محمد فريد أبو حديد 1893 1967 ميلادي السلام عليكم مرحبا بك على قناتي إذا كنت من المتابعين الجدد اشتهت لتتوصل بكل جديد إن شاء الله يفيدك هذا الموضوع في آخر الفيديو سأذكر مصدر ومرجع المعلومات محمد فريد أبو حديد 1893 1967 ميلادي ولد بلستندرية وتعلم في مدرسة راستين الابتدائية ثم المدرسة العباسية الثانوية ولما حصل على البطالوريا التحق بمدرسة المعلمين العليا حيث تخرج فيها سنة 1924 ميلادي واشتغل بتدريس مادة التاريخ خاصة وفي أثنى عمله بالتدريس انتسب إلى القسم المسائي بمدرسة الحطور وحصل على الليصان سنة 1924 ميلادي وتعنى له نشاط فني تابير في المدارس التي عامل بها فتعنى يشرف على فرق التمثيل فيها وتعنى تمثل في الغالب روايات من تأليف أو توجمته وتنقل في وظائف مختلفة عمل مديراً للمطبوعات ووتيلاً لدار الكتب وعميداً لمعهد التربية ثم عين وتيلاً لوزارة التربية والتعليم ومستشاراً فنياً لها ولما وحيل إلى المعاش سنة 1953 ميلادي عمل مستشاراً فنياً في ليبيا وتعنت الفترة التي قضى هناك من أخصف فترات إنتاجه إذ توال فيها ظهور مؤلفاته بوفرة ولما عاد إلى مصر اختير عضواً في المجلس الأعلى لرعاية الفنون والأداب ورئيساً للجمعية الأدابية المصرية وهو أحد المؤسسين للجنة التعليف والترجمة والنشر ومجلتي الرسالة والثقافة متعاوناً مع أحمد حسن الزياد وأحمد أمين وغيرهما ومنح عند إحالته إلى المعاش وسام الاستحقاق لمعطياته في مجال التاريخ خاصة ومجالي الثقافة والأداب بوجعام وفاز بجائزة الدولة التقديرية في الأداب سنة 1964 ميلادي وأشهر مؤلفاته صلاح الدين الأيوبي السيد عمر مطرم المالك الضليل المهلل عن ترى سيد بن زيزان آلام جوحة زانوبيا الوعاء المرمري أنا الشاب فتح العرب لمس منهج التعليم ترجمة معتب ثليشات سبير وتتابق بيل وفاته جرة الوادي دراسات في النقد والأداب اللهم صلي على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إن تحميد المجيد وباريت على محمد وعلى آل محمد كما بأرت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إن تحميد المجيد اللهم صلي على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إن تحميد المجيد وباريت على محمد وعلى آل محمد كما بأرت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم من تحميد المجيد